اختتمت في عجلون فعاليات البرنامج التدريبي مهاراتي الذي أقيم بالشراكة مع منظمة اليونسيف وهيئة أجيال السلام وقد استهدف البرنامج الذي استمر أربعة أيام في آتي الشباب لإكسابهم مهارات حياتية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم وتحويل السلوكيات السلبية في داخلهم إلى إيجابية وقد ساعد هذا البرنامج المشاركين من أردنيين وسوريين على اتخاذ قرارات مدروسة بعناية والتواصل بفعالية مع الآخرين والتدريب على الرياضة من أجل السلام